بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خذنا في الدرس الماضي التوحيد عرفنا التوحيد شرعا بسم الله والسلام على رسول الله أتكن درسميزدي بسلال بلان برقاليك دا توحيدنا 3 قسم حققا يتبعشتك هو إفراد الله سبحانه وتعالى من اختص به من الربوبي الالوهي واسمع السفات وتوحيدنا شنده تشنتردك كي بو الله تعالى كندما خاص بسه وشلار دا الله تعالى نيالغز بإتقاط قلشتك بربوبيات السفاته وألوهيات السفاته واسم واسفاته نعم وذكرنا أن التوحيد أقسام ثلاثة وذكرنا عن المسائل الثلاثة المسائل الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبي بالأسمع والاستفاته وكتابنا كنج خسمه بأكس مسألة حققا بلاد وكس مسألة بو توحيدنا بأكس مسألة حققا بلاد نعم المسألة الثانية قلنا إفراد الله بالعباد أن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد كائنا من كنبي أو ولي أو جني أو صديق نعم كتاب دائما 3 أجل Неطبخل سفاتها ربوبية سفة الله تكسب الله يع 很عبال أuche المسألة الثالثة من الشرك وأهل بالقلب و باللسان و بالجوارح الربع بالأمور البرع يعني البرع ومن المشركين بيشرفتك نعم وفي اللسان تصرح بلسانك وما أنا من المشركين وفي الطلبة تغير من تغير من وفعله من المحركين وفي سلطة وفي سلطة في سلطة التوثير من المشركين نعم من المشركين بالجوارح لا تشارك الكفاء في عيادهم في رعوشهم في احتفالاتهم الآن اخذنا القسم الأول مسال الأربع قسم الثاني مسال الثلاثة الآن في القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد نجد فقط من المنزل الأولى، ستر interesante كل أزرع وبعد نبال حقوقنا هذه خلق الله سبحانه وتعالى، خلق لغاية الله أصدقنا وقائناتنا ومقصدنا على اللقاء وهي العبادة ومقصدنا على اللقاء لو رأينا إنسان يأخذ هذا الجهاز مثلا يصب الماء ويشرب إذا كان لدينا إسان من أولاد تليفون على الهاتف ومع تليفون بالنسبة للأخير ما نقول عنه؟ لم نقول أنه جنة وقفتها لماذا؟ لأن هذا تليفون للإتصال ورسالة الرسالة ليس لشرب الماء لأن تليفون عصلي استمال قلش يعني أنه يجب أن يجب أن يشرب الماء كل من يشتغل في هذه الدنيا بغير عبادة الله هو مجنون لأنه لم يعرف الغاية من وجوده في هذه الدنيا كالذي يشرب الآن الماء بالجهاز هذا فهذا يصبح لغاية عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا يصبح لغاية عبادة الله سبحانه وتعالى بهادل غاية والله تسعى في هذه الدنيا شونيشن اي دستم سي الله ايبارة 3 نيارة الگنسي والله وعلا الله ياشرى بلادي